قال الرئيس عبد الفتاح سيسي إن ما تبذله مصر من جهود في مجال البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة سيلعب دورا كبيرا في التخفيف من آثار أزمة الطاقة العالمية وفي مداخلة للرئيس عاقب افتتاحه مؤتمر ايجيبس 2023 أوضح الرئيس سيسي أن منتدى شرق المتوسط سيكون له دور في هذا الصدد منتدى الغاز لشرق المتوسط والجهد اللي احنا بنعمله مع الشركات شركات البحث والتنقيب هي اللي حتبقى العنصر الحاسم في إن المنتدى يقوم بدوره في تخفيف من آثار الأزمة والطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة القادمة كل ما هيبقى فيه اكتشافات سواء كان في اللبنان زي ما ذكرته أو في إسرائيل أو في مصر أو في أي دولة تانية وهذا الغاز يصل إلى أوروبا هتصور ده حيقلل من حجم الطلب أو حجم الضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية خلينا ديف نقطة تانية واختم بها يعني أنا عايز أقول لأصدقاءنا الشركات الكبيرة والشركات اللي بتعمل في هذا المجال تأثرتم كثيرا بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية وده أثر على حجم الضغط أو حجم داخل السمارات في مجال يعني الطاقة الأحفرية البترول والغاز وبالتالي حجم المعروض ما كانش يعني بالمستوى المطلوب وبالتالي لما حصلت الأزمتين سواء الأزمة كوفيد أو أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية ابتدت الأسعار تبقى زيادة يعني ده معناه إن إحنا لا نتأثر كتير بالانطباع ونتعامل مع الواقع وواقع الطلب وواقع نمو الطلب خلال السنوات القادمة